جيش مصر نوائف مرسلت وهي دي مصر اللي ده وحدية والصنائية كنا بنائنا في جزء فيه اللي هي السلسية وان شاء الله النهاردة هنكمل وهناخد بعض التطبيقات المختلفة على نظم معدات او تبريد التعقبية وازاي ممكن نحل الشغل اللي موجود معاها في المسائل المختلفة واشكالها المختلفة لو جينا واحنا كنا نكلمنا عن دوائر التبريد التعقبية وكنا قلنا ان هي دوائر تبريد بتكون اكتر من دايرة مع بعض كل دايرة بتكون منفصلة عن التانية وبتعمل عن درجات حرارة تبخير مختلفة والدوائر دي ممكن تستخدم نوع فريون واحد او اكتر من نوع فريون تمام والدوائر دي بربط ما بين الدوائر مختلفة عن طريق مبادلات حرارية مبادل حراري واحد خلاص او اكتر من مبادل حرارية لو كانت الدارة التعقبية مثلا زي الدوائر التعقبية السلسية واخلافها الدkatات العقوبية لما كنا أكلم من عليها في الدورة التطهيم الاقبالية اللي هي أحادية هي بتستخدم مائع تبريد واحد مش بعدد الضوارت وعلى بعدد المكاسفات الموجودة فيها ولكن بعدد المواقع المستخدمة في الدائرة اللي عندي والدائرة التطهيم التطهيم الاекоторارية التي استخدمناها وتكلمنا عليها لأنها دائرة التطهيم التطهيم مائعة 2 اللي هو ر لو نتذكر كدو مع بعض ر 12 في الدورة السفلية و ر 22 كانت في الدورة العلوية واستعرضنا وتعلمنا اللي هو الخواص سر مدرميكي الخاصة والتحليل سر مدرميكي الخاص بالدائرتين دولة المرة اللي فاتت هنكمل مع بعض ونبص مع بعض على دائرة التعقبية السلسية هنتذكر الشغل اللي بدأنا هنا المرة اللي فاتت ونبص كلا مع بعض على الشاشة على دائرة التبريد التعقبية بتتكون من ايه قدامي هنا على الشاشة هنا دائرة التبريد التعقبية بتتكون من 3 دورات 3 ايه دورات الـ 3 دورات دي الدورة السفلية بتبقى متستخدم مع التبريد الميسان اللي هو C1H4 تمام؟ ده الرمز الكيميائي بتاعه ويدورة الصفلية بتستخدم اللي هو مع تبريد الإسان ويدورة العلوية بتستخدم اللي هو مع تبريد البروبان اللي هو C3H8 طيب الثلاث دورات دولت تكون لدائرة منهم المفترض ان مكسف الدائرة العلوية بيسترل في تبريد المكسف الدائرة الصفلية بيربط بين الثلاث دوائر موجودة معي يعني بيربط ما بين الدائرة الصفلية والدائرة الوسطى اللي هو مبادر حراري هيت اكشينجر 1 وبيربط ما بين الدايرة الوسطى والدايرة الالوية مبادر حراري هيت اكشينجر 2 تمام طيب كل دايرة من الدوار ديت بمفروض بيمشي فيها معدل سريان لمركب التبريد الموجود معايا يعني الميسان هنسمي معدل السريان m.1 وي اللي هو الإيسان هنسميه m.2 وي البروبان هنسميه m.a.3 تستخدم 3 كمبريسور كل كمبريسور في كل دايرة هده C1 وC2 وC3 وبعد كده موجود معايا يعني احنا بدأنا مثلا فوق داول داورة اللي هي الداورة الالوية ودايما الدايرة الالوية بتعمل من درجات حرارة اعلى من اللي تحتها تمام يعني له الدايرة الاولية الكمبريسور بيسحب بالحالة 2 داش وبيضغط ويطرد لتلاتة داش تمام بيخش بعد كده المكسف اللي بيتم تبريده بماء عن طريق ملف خارجي او اي وسيلة خارجية بيطلع بالحالة اربعة سائل مشابة بيخش سمام التمدد اللي بيخفض ضغطه ودرجة حرارته من ضغط المكسف الى ضغط المبخر المبخر بتاع الدايرة الالوية هو هو نفسه المكسف بتاع الدايرة الوسطى دين بيكونوا في غلاف واحد بنسميهم مبادل ايه حراري والتالي انا بيستخدم هنا مبخر الدايرة الالوية في تبريد مكسف الدايرة الوسطى اللي عندي بيخرج منها مراكب التبريد في صورة بخارجة في مشبع عند الحالة واحد داش زي ما قدامنا كده على الشاشة فيه عندي هنا مبرد بيني خلاص دورة الفوسطى بحيس ان انا نهارده بتبقى ضراجة الحرارة مرتفعة في خط الطرد بالتالي ان بعملها عملية تبريد مبداي قبل ما يخش على المكسف الاساسي طيب هنا ده بيكون بمثابة مبادل حراري بيكون بمثابة مبادل ايه حراري يعني ده هنا في الدايرة الاول لتحت بيعمل عملية تبريد مبداي وفي نفس الوقت في الدايرة الالوية بيعمل عملية تحميص لمركب التبريد في خط السحر علشان اضمن ان المركب التبريد يدخل الضغط بخار محمس مفوش اي قطرات سائل وبالتالي احمد ضغط من التلف يبقى ده المبرد البيني ده بيتخش له مراكب التبريد بالحالة واحد داش ويطلع منه بالحالة اتنين انما في الدورة الوسطى الموجودة معايا هنا الضغط هنا سي تو بيسحب مراكب التبريد بالحالة ايه ويضغطه ويطرده لبيه بيمره على المبرد البيني بيعمل له عملية تبريد مبدأه تبريد مبدأه دراجة الحرارة التحرير ستوى عالية جدا يبرده قليلا ممكن يطلع برضه بخار محمس او مشبع تمام خش بعد كده مراكب التبريد على المكاسف المكاسف هي مع مية تبريد لمراكب التبريد تمام ويتحول هنا لسائل وفي نفس الوقت هنا بيتحول هنا بياخد انتص الحرارة منين انتص الحرارة الموجودة معايا يعني هنا طرد الحرارة اللي طرده عشان يعمل مع مية تبريد لمبخر بتاع الدورة العلوية هي بطلع هنا بالحالة دي سائل دخل بعد كده على صمام التمدد الموجود معايا عمله برضه اللي هو انخفاض في الضغط من ضغط المكاسف لضغط المبخر اللي هو بيعتبر بمثابت مبادل حراري يعني بيكون مجمع مبخر بتاع الدورة الوسطى مع مكاسف الدائرة السفلية بيطلع منه بخارجة في مشبع بالحالة اف بيخش بعد كده على المبارد البيني بيطلع بنسبة تحميص تاني للحالة ايه وبتعودوا الدورة تاني انما الدورة بقى السفلية ودي الدورة الاساسية اللي انا اصلا مستفاد منها او اللي انا عايزة استفاد من التبريد الاساسي اللي فيها يعني المبخر ده بالنسبة لي هو ده الحبن الاساسي اللي انا مستفاد عندي بتاع الدورة السفلية تسحب مركب التبريد من المبخر دي هنا مفيش اسفل هنا فيه مبارد تاني وسيط لا المبارد بس في خط الطرد بتاع الدورة اللي فوق خش بالحالة واحد بيعمل عملية انضغاط بسبوط الانتروبيا للحالة اتنين يطلع بخار محمص بخش بعد كده المبرد البين يعمله عملية تبريد مبدئي من اتنين لتلاتة برضو بيطلع بخار محمص بس الدرجة حرارة اقل خلاص او بيطلع معي بخار جف مشبع بيخش بعد كده على المكاسف المجمع مع مبخر الدائرة الوسطى تمام بيحدث انتقال الحرارة بيبرد مركب التبريد ويطلع في النقطة اربعة بعد كده بيخش عصمام التمدد يحصل الخفات في صف و الضغط ثم بعد كده بيخش على المبخر الاساسي المبخر الاساسي ده بقى اللي انا ممكن هنا امرر هنا في ملف كده محلول براين محلول براين ده ده الغرض اللي انا استخدم في عملية تبريد مثلا واللي بستخدم في مصانع صناعة الواح تلج اذا انا الهدف من الدائرة دي كلها ان انا دلوقتي ابرد هنا المائع اللي تحت محلول البراين اللي مرر في المبخر بتاع الدايرة السفلية إذن أنا لما أجأ أتكلم هنا يا جماعة على الدائرة دي الدائرة دي وبجأ أشرحها ويقول لي إشرح مثلا الدائرة دي مع رسم تخطيط فالرسم تخطيط هنرسمه زي مقدمكم كده على الشاشة إنما شرح هنا أنا بقول أن أنا هنا محتاج أن أنا أسحب الحرارة من محلول البراين الموجود في مبخر الدائرة السفلية وبقول أن الدائرة دي بتتكون من كم جزء موجود معايا من تلك بتستخدم ثلاث مواقع تبريد بتستخدم الميسان قص الياسي اتش فور في الدائرة السفلية والإسان اللي هو هي سي 2 اتش سكس في الدائرة الوسطى والبروبان الياسي سري اتش ايت في الدائرة الاي العلوية نبص كده الزول تكست نحن بنعليه نقول لي فكرة العمل بقولوا إن الرسم ده بيوضح عمليات سحب الحرارة من إين من محلول البراين في المباخر طيب الدورة التعقوبية سلسية معناها إن بتستخدم ثلاث مواقع الميسان ليسي اتش فور للدورة التعقوبية السفلية والإسان ليسي تو اتش سكس في الدورة التعقوبية الوسطى والبروبان الياسيس ري للدورة التعاقبية من العلوية طب تعالوا احنا حبينا نرسم منحنة البي اتش لكل دورة من الدورات دي طبعا احنا كنا بنتكلم ونقول دلوقتي ان كل دورة من الدورات ديت دماء مختلف اذا كل دورة لها بخريطة او كل دورة بخريطة بتوضح خصائص المختلفة اذا هنالك في الدائرة دي هرسم تلات منحنيات بي اتش هنبدأ بالبروبان اللي هو بتاعة الدورة العلوية لو احنا كنا نتذكر مركب التبريد اللي كان طالع معايا من المبخر كان واحد داش اللي يا بخار جافه مشبه النقطة اللي انا بشور عليها بالشاشة دي تمام به واحد داش بعد كده لما عد على المبارد البيني خلاص الوسيط اكتسب حرارة التحميص فطلع عند نفس سبوت الضغط باثنين داش بعد كدخل على الكباس الضغط عمل انضغاط بسبوت الانتروبيا لحد ثلاثة داش يعني رفع الضغط من ضغط المبخر لضغط المكسف بعد كده في مر بعد كده على المكسف الاساسة عمله تبريد لحد ما طلع سائل مشبع ده خط السائل المشبع يعني تقاطع الخط الاحمر ده مع منحان الاسود ده في نقطة دي بسميها هنا نقطة التشبع ونقطة خروج المكسف بتاع الدورة العلوية بعد كده مر في اسمام التمدد عمل هنا عمل هبوط في الضغط خلاص بيتم بسبوت الانصالبي بسبوت مين الانصالبي يعني بنزل كده عمودي او رأسي للنقطة خمسة لحد ضغط مين ضغط المبخر بعد كده دخل في ليت اكشنجر اللي هو بمسائبة مبخر الدارة العلوية انتص حرارة من المكسف بتاع الدورة السفلية وطلع تاني بخار جاف المشبع عند النقطة واحد وهكذا يبقى هنا المنحانة البي اتش ده ورسم الإجرائي للبروبان بتاع الدورة العلوية طب تعالوا نشوف الدورة الوسطة اللي هي الإسان الإسان كنا حطيناها رموز كان المبخر طالع منه الحلقة ايه؟ اللي هو في نسبة تحميص عشان نضمن بعد كده نخش ضغط نسبة بخار محمص ما يحصلش اي سائل يوجع للضغط بتاعي بعد كده من حدث انضغاب بسبوت الانتروبيا وده خلال الضغط التاني بتاع الدورة الوسطة تمام؟ بعد كده مر خلال المبارد البيني المبارد البيني بتاع الموجود في الدورة العلوية عمله هنا اعادة تبريد او جزء تبريد بس طلع برضو كان هنا بخار محمس طلع برضو بخار محمس بس الدرجة حرارة وبإنصالبي أقل من النقطة C لحد النقطة دي دخل المكسف الموجود معي فطرد الحرارة للمباخر بتاعة دورة العلوية فبرد فطلع بالحالة دي الموجود معي هنا سائل مشبع بعد كده حصل أنه عندي هنا تمدد بثبوت الإنصالبي من D لإيه لإيه خلاص بثبوت الإنصالبي لحد ضغط المباخر وبعد كده امتص الحرارة مرة تانية الموجودة معي من مراكب تبريد والبخر وطلع بالحالة إيه تبديهة الخاصة من بالإيسان طيب الميسان بقى بتاع الدورة الصفلية الدورة الصفلية لو لاحظنا مراكب التبريد اللي كان طالع من المباخر مباشرة ندخل للضغط ما كانش فيه مبرد بيني في المنطقة دي فبالتالي كان طالع بخار جاف ومشبع إذا النقطة واحد هنا موجودة على خط البخار الجاف ومشبع وعند خط الضغط المنخفض اللي هو الأحمر اللي تحت ده طيب بعد كده حصل دخل الضغط اللي هو الكباس الأولاني عمل انضغط بسبوط الانتروبيا حد نقطة اثنين دخل المبرد البيني بتاع الدورة الوسطة تمام عمل تبريد مبدئي الحد ما طالع بالنقطة ثلاثة بعد كده مرف المكسف الموجود معي اللي هو المجمع مع المباخر بتاع الدورة الوسطة اللي هو تكسشانجر وان تمام عمل هنا عمل التبريد الحد ما طالع بسائل مشبع النقطة اربعة خلاص والنقطة خمسة عمل تمدد هنا بسبوط الانصالبي ثم امتص حرارة من محلول براين خلاص اللي هو من خمسة الواحد ورجع تاني بخار جاف ومشبع انا كل اللي هيهمينينا في التلات دورات لو ركزنا كده مع بعض نقطة واحد وخمسة ده لما اجي هاحسب حمل التبريد حمل مين التبريد او ساعة التبريد دي اللي هاتهميني لان ده المباخر الاساسي اللي باستفاد منه المباخر الاساسي اللي باستفاد مين منه اللي هو من واحد لخمسة يبقى انا تذكر مع بعض كده النقطة واحد ونقطة كم والنقطة خمسة النقطة تاندلات اللي هستخدمه في حمل التبريد انما عندي هنا لما اجي هسأحسب القدرة الكلية هستخدم الضواغة الموجودة معايا النقطة واحد والنقطة اتنين ده انضغاط اللي عملت الانضغاط بسبوط الانتروبيا اللي بتتم للكباس اللي تحت اللي هو رقم واحد خلاص وكان عندي او بي للي فوق وكان فيه واحد واثنين داش او اتنين داش وتلاتة بالنسبة للكباس العلوم طب تعالوا نبص كده مع بعض بقى ازاي نعمل عملية تحليل سير مدناميكي لدور التبريد التعقبية السلسية احنا اتفقنا ان احنا نستخدم تلات معدلات مرور مركب تبريد ام واحد للدائرة خلاص السفلية وام اتنين للدائرة الوسطى وام تلاتة للدائرة العلوية اللي هي الميسان والإيسان والبروبان تمام احنا قلنا في المرة اللي فات في الحلقة الماضية ان احنا دلوقتي عشان نحسب حمل التبريد اللي هي QE بس QE لو انا هنا ما ضربتش في الام ضد خلاص اللي هي معدل صريعي المائع التبريد يبقى ده اسمه التأثير التبريد وده كان عبارة عن تأثير التبريد مين فرق الانصال بفاقت وانحنا قلنا هنستفد من مين من واحد وخمس طب من اللي خارج بيكون على من اللي داخل يعني واحد اكبر من خمس تمام يبقيتش واحد مصقيتش خمسة ده التأثير التبريد طب وحدته ايه كيلوجول لكل كيلو جرام طب عشان نحسب حمل التبريد او ساعة التبريد اللي هي QE او RC تمام QE بتسوي ايه هي بتضرب هنا تأثير التبريد اللي هي H1 نص H5 اضربها في معدل صريعي المركب التبريد اللي هو في الدورة السفلية اللي هو معدل صريعي الميسان تمام يبقى لو ضربت الام واحد في فرق الاتشات اللي هي 1 نص 5 هيديني هنا ساعة التبريد واللي واحدة بتاعتها ايه ما بتبقى بالكيلواط خلاص لو انا عايز احاول لكل تبريد هنقرفها فيما بعد طيب الجزئية التانية احنا قلنا بنحسب القدرة كلية اللي هي Power Total اللي عندي هنا فيه 3 دورات فيه 3 دورات تمام اللي هي B Compressor 1 و B Compressor 2 و B Compressor 3 لو جمعت الثلاث هنا قدرات هيديني القدرة كلية اللي هي Power Total اللي عندي طب لو جينا نجيب القدرة بتاعت الضغط الاولاني في الدورة السفلية الدورة السفلية اللي هي M1 طب الدورة التانية اللي هي موجودة الضغط التاني M22 الضغط التالت M3 عضرابها في فرق ال H فرق 2 H اللي تحت كان الاجراء لانضغاط كان ما بين 2 و 1 في قانوة المخرج بتاعت الضغط بيكون اعلى من المدخل يبقيتش 2 نقص H1 طب الدورة اللي في المنتصف كانت المدخل كان A و B تمام فاللي خارج اعلى HB نقص H A الدورة العلوية كان اللي داخل 2 داش واللي خارج 3 داش اللي خارج اعلى من اللي داخل يبقيتش 3 داش مين H2 داش بارجع اعود بالتلات قيم والنتائج بتاعة التلات قيم درها تجمعها في الخطوة الاخيرة هنا وطلع في الاخر اللي هو القدرة الكلية القدرة مين الكلية اللي هي الـ طيب لو احنا جينا بصينا برضو قدامي هنا يعني بقى احسب معامل اداء دور التبيق اللي بيسميه عندي معامل اداء او احنا بديو رامز C O B احنا استفدت ايه اللي هو حملة تبريد اللي هو Q E على اللي دفعته ايه على القدرة الكلية اللي هي الـ تمام يبقى انا لو القيمة اللي انا طلعتها من حمل التبريد واسمتها على القدرة الكلية احصل على معامل الاداء او كنا بنسميه هنا حمل التبريد اللي يبقى على ساعة التبريد رفريجانت كبستي رفريجانت ايه كبستي ساعة التبريد على الباور توتل اللي هي القدرة الايه الكلية يبقى انت هتطلع عن ناتج بتاعك والناتج بتاع معامل الاداء مالوش وحدة. معامل اداء مالوش ايه وحدة. يعني البسط بيقى كيلو وقت والمقام كيلو وقت. فكيلو وقت على كيلو وقت بيروحهم يبقى امنا ما عنديش ايه اي وحدة. طيب دايما في المسائل دي او في الشغل الموجود عندي هنا في الدورات دي ممكن يدي لي معدل صريان ليه ما يعتبرد في دورة واحدة بس. فانا باعمل اتزام حراري ما بينه ما بين الدورة المجاورة عشان احصل على معدل الصريان بتاع الدورة المجاورة. وثم بعدك الدورة اللي بعدها احصل على دورة معدل الصريان للدورة اللي بعدها. طب انا لو جينا هنا في مبادل الحراري الاولاني. اللي هو بيربط ما بين الدائرة السفلية والدائرة الوسطى. تمام? وخط مقطع صغير منه زي ما قدامكم هنزدامنا على الشاشة كده. ده المدخل بتاعه كان اللي دي جاي من الضغط الحالة اللي برد البينة الحالة تلاتة وخارج بالحالة اربعة. واللي كان في الدائرة الوسطى داخل بي وطالع بيف. تمام? احنا قلنا لما نجي نعمل إتزان حراري. هي بقى الحرارة الداخلة بتسوي الحرارة الايه? اللي خارجة. يعني القلنا الحرارة الداخلة المنزومة بتسوي الحرارة اللي خارجة من المنزومة. طب انا قلته هنا داخل النقطة كما جماعة تلاتة. وداخل فوق اي. بس تلاتة مع معدل الصراعين الدورة dippedين لهم واحد. يبقى هنا امة واحد اتش تلاتة. والما مع معدل الصراعين دورة العلوية اللي فوقها الوسطة اللي M2 يبقى M2 H2 تساوي اللي الخارج بقى اللي خارج مين 4 وF يبقى 4 هيكون مع M1 يبقى M1 في H4 طيب ويفوق F بتاع الدورة الوسطة اللي M2 يبقى M2 في H2 HF طيب يبقى أنا عندي هنا طرفين 2 هبدأ أن أنا أخلي M1 في طرف والM2 في طرف فأنا هبدأ أعدي هنا M1 H4 دي بإشارة مخالفة في الناحية الأسرة كده وعدي M2 HE بإشارة مخالفة في الجهل اليومنا قدامي مع ده هنحصل على كده يبقى عندي M1 H3 ناقص M1 H4 الناحية التانية هيبقى M2 HF ناقص M2 HE هرجع أخد M1 عامل مشترك يتفضل من دية H3 ناقص H4 الناحية التانية في ناحية المين أخد M2 عامل مشترك يتفضل HF ناقص HE خلاص لو ضربت هنا طرفين في وسطين يعني لو خليت الام وواحد خلاص ام ضوط واحد على ام ضوط اتنين هنا في الطرف ده يبقى بتساوي ايه؟ بتساوي عندك HF خلاص ناقص HE اللي موجودة عندي هنا على H3 ناقص H مين أربعة طب لو حبي تقلب يعني انا حبي تقلب البسط والمقام اخلي الاتنين دي يعني واحد تاني يقول لك لا العكس انا عايز اسببت الاتنين دي والم واحدة اللي تيجي تحتها ما فيش مشكلة تمام لو انت قلبت البسط والمقام في الجاة اليسرى ايه؟ لب البسط والمقام في الجاة اليومنا يعني M2 على M1 هتساوي H3 ناقص H4 على HF ناقص H مين ناقص HE طيب انا كده حصلت على M1 وM2 بقى عندي هنا M1 وعندي مين؟ M2 طب لو انا عايز اعرف M3 هروحو عمل اتزان حراري خلاص في مبادل حراري التاني اللي هو بيربط ما بين الدورة الوسطى اللي هي M2 وM3 اللي هي ما بين الدورة العلوية تمام؟ الدورة الوسطى كان داخل A بالحالة C وخارج بالحالة D والدورة اللي هو العلوية كان داخل بخمسة داش وطالع بواحد داش تمام؟ طيب انا لما قلنا برضو بنطبق نفس الكلام اللي داخل بيسوي مين؟ اللي خارج طيب اللي داخل عندي تحت اللي هو عندي النقطة مين؟ النقطة C تمام؟ النقطة مين؟ C خلاص وي اللي داخل برضو فوق النقطة خمسة بس اللي داخل تحت اللي m2 بتاعته m2 والنقطة 5 معها m3 ف m3 h5 داش زائد m2 hc تمام بتساوي اللي خارج اللي خارج عندي هنا 1 داش ومعها الكتلة اللي فوق اللي هي m3 واللي خارج هنا d ومعها الكتلة الوسطة اللي هي m2 تمام يبقى m2 hd خلاص في m3 h1 تمام كده بنفس الطريقة اللي فاتت هنخلي كل واحد مثلا للم3 فطرف واللم2 فطرف ونعدي المجمعة بتعطيتهم اشارة مخالفة زي ما قدامنا كده على الشاشة وبعد كده ناخد ام دوت تلاتة عمل مشترك خلاص يتفضل هنا اتش واحد نقص اتش خمسة داش وام دوت اتنين عمل مشترك هتفضل هنا اتش سي نقص اتش دي خلاص موجودة معي. حضرة بترفين برضو في وسطين. يبقى الام دوت خلاص اتنين على ام دوت تلاتة. تمام كده يا جماعة? بتساوي اتش واحد داش نقص اتش خمسة داش ديت اللي موجودة معي هتا نزمة هي. ودي تيجي تحتها في المقام. تمام كده? لو انت عندك المسألة مضطرة ان انت تعكس الاتجاه الموجود معي. يعني ام هنا اتنين وام تلاتة. خلي تلاتة هيلة في البسط واتنين اللي في المقام. برضو هقلب الطرف الايمن لاتنين مع بعض. اخلي اللي في البسط في المقام واللي في المقام فين في البسط. يعني على اتش واحد داش نقص اتش خمسة داش. تمام? واحنا كده بنبقى اتعرفنا على بعض الاجزاء الموجودة عندي في المبادل حاليا زي ما انت شايفين بالشكل ده كده يا جماعة. وهنبدأ ان شاء الله بامر الله. في خلال بعض التطبقات المختلفة. اللي احنا ان شاء الله بامر الله. هنبدأ اخذ بعض المسائل. ونستخدم دورات تبريد التعقبية الاحدية. ونشوف التطبقات الموجودة عليها ايه. ودورات التبريد التعقبية السونية والسلسية. وناخد بعض الامثال وتمارين. وهنحلها مع بعض. تمارين سهلة وبسيطة. محتاجة بس ان انت تكون مذاكر كويس المعادلات الموجودة معايا. مذاكر المخططات. وعارف الاشارات الموجودة معايا ايه? وفهم. لان كل ما فهمنا اكتر يا جماعة. بيبقى سهل علينا ان احنا نكتب ونحط المعلومات معادلات كتير صحيح. بس بالفهم هتكون سهلة وابسط من عملية الحفز. ان الرموز بتختلف من شكل للتاني. من شكل موجود معايا للتاني. المفترض ان بعض الدواري بتعتمد على الخصائص اللي بتطلع لمركب التبريد. يعني انصلبي هنا لو بصنا كل المعادلات في الحلقات السابقة كانت كلها مركزة على معدل الصران اللي هو الامضوت. والانصلبي يعني لدخول وخروج كل جزء من اجزاء دائر التبريد. ازا انا عشان احصل على الانصلبي ده محتاج مجموعة الخرايط اللي احنا بنشتغل عليها حسب حالة الدائرة. الدائرة بتستغلم. ار اتناشر يبقى معايا خريطة بتاعة ار اتناشر. ار انت النهاردة دائرة التبريد لازم تكون بتعرف انك تطلع النتائج الموجودة عندك على الخريطة. دي تعرفنا عليها في الصف التاني وتعرفنا عليها في الصف الرابع. خلاص ازاي ممكن نطلع القيم وخصائص الانصلبي من على اللي هي الخرائط الفريونات المختلفة. انما احنا عندنا هنا في الخمس سنوات او في الصف الخامس هيكون شهادة. والاختبار بتاعها بيصعب ان هنا الوزارة هتوفر لك اللي هو الخرائط الموجودة معاك في قلب الانتحان علاوة كمان على ورقة اللي جابة ورقة تكون تعرف تطلع الخصائص لان كل خط من الخطوط الموجود فيها بلون مختلف بطلع الخصائص المختلفة الموجودة عندي. طيب احنا بقى هيكون وضعنا ايه? في المسائل اللي معانا. المسائل اللي معانا اغلب الامتحانات السابقة. اغلب الشغل القبل كده. انا بديك هنا القيم اللي انت بتطلعها من الخريطة. يعني قيم الانصلبي اللي بتطلعها ستك من الخريطة. ازا الموضوع هيكون بسيط معتمد اللي انت تكون فاهم المعادلات وعارف الدوائر بتاعتها كويس جدا. تمام? وبالتالي النتائج بتاعتها تعرف تعوض فيها وتطلع النتائج بتاعتك بالقيم المختلفة. ازا لازم هنا انا اعتمد على ان اكون فاهم كويس قوي الرسم بتاع كل دورة من الدورات. وعارفه على منحانة خلاص? وعارف النقط بتاعته بارقامها. تمام? في بعض المسائل حيكون بديك يقول لك حالة مركب التبريب بعد الحتة الفلانية. بقى انت عارف بعد الضغط الفلاني. لو كانت الدورة الصناقية خلاص الضغط التاني مثلا الحلبي. لو كان الضغط الاولاني خط الخارجي مثلا المقطة اتنين. اذا انت عارف الارقام دي. وبعض المسائل التانية هنشوفها هنتناولها برضو مع بعض. هيكون بديك الاتشاب بارقامها. فانت برضو لازم تكون على الاقل خالص عارف منحانة البياتش والارقام اللي فيه. عشان لما تيجي تعوض وتجيب سعة التبريد او تجيب مسلا قدرة اي ضغط من الضغط انت عرف طلع النتائج الموجودة معي. طب احنا هنبدأ مع بعض. اول مساء موجودة عندنا على تطبيقات التبريد او تطبيقات التبريد التعقبية ونشوف معايا بعض كده من امسلة وتمارين على الامسلة الموجودة معايا هنا. اول تمرين موجود معنا عنه على الشاشة. من التمرين الموجودة عندي انا يا جماعة. لو بصناك مع بعض بقول هنا انا دور التبريد التعقبية. تستخدم مائع تبريد واحد. مي اربعة وتلاتين ايه. اذا المركب التبريد هنا مية اربعة وتلاتين ايه. معدل صرايان مية على التبريد في الدائرة العلوية. لو نفتكر هنا كنا بنرمز هنا في الدائرة اللي هي احادية جماعة هنا. معدل صرايان دورة العلوية بام دوت اب. ام دوت مين اب. هيبقى يديه خمستاشر من مية كيلو جرام على الثانية. خمستاشر مية كيلو جرام ايه? عالثانية. ازا كل المعلومة اللي موجودة حتى الان اللي هي الام دوت اب خلاص خمستاشر من مية كيلو جرام على الثانية. المطلوب عايز يحسب القدرة كلية للدورة. عايز يحسب معامل الاداء بتاعي. وكمان عايزني ارسم الرسم الاجرائي اللي هو منحانة. خلاص? علما بانه قد وجدت القيم الانصلبي من خريطة. انا زي ما قلت لكم هو بقى. هيبدأ يدينا هنا معنا. خلاص? القيم المختلفة اللي انا هطلحها عاية من على الخريطة. بشكل مباشر. طب ايه القيم اللي موجودة معنا هنا? زي ما انتم شايفون كده على الشمال هين? مدين هنا النقطة المختلفة. مديني اتش تلاتة بتسوي اتش اربعة. فيين تلاتة واربعة. اللي هي مخرج المكسف. خلاص? في الدورة السفلية. خلاص? وهي مخرج سمام التمدد. يبقى الانصلبي هنا بيبقى بيثبوط الانصلبي. فتلاتة بتساوي اربعة بتساوي متين اتين وعشرين كيلوجول لكل كيلو جرام. تمام? ومدين هنا سي ودي خلاص? اللي هي بتاع الدورة العلوية مخرج المكسف. ومخرج صمام التماث دورة العلوية. تمام? اللي ماتين خمسة وخمسين كيلو جول لكل كيلو جرام. اتش واحد اللي هي مدخل الكباس الاولاني. خلاص بتاع الدورة السفلية. مدهاني بتلتمية وتسين. خلاص. والمخرج بتاعي اللي هو اتش اتنين. خلاص. موضة دهاني. موضة عندك ربعمية ويحداشر. ايه مدخل الكباس في الدورة العلوية. خلاص. مدهاني ربعمية وسبعة. واتش بي ربعمية وتلاتين. كل تيه طبعا اتشات. الوحدة بتاعتها تقابي كيلو جول لكل كيلو جنعم نركز جدا 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 جماعة في الوحدات المسال دي ممكن يلعب في الوحدة مثلا من الوحدات فلازم اكون مركز الوحدات كلها باشتغل بنظام واحد تمام؟ يبقى هو الراجل هنا ممكن يديني الاتشاد لو اداني الاتشاد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وانا مش مذاكر الدورة دي بشكل كويس ومش عارف هنا الرموز دي موجودة فين حتة يبقى انا ممكن اطلق بط وانا بالتالي انا لازم اكون فاهم الدايرة اللي قدامي هنا موجودة الرموز بتاعتها ابقى عارف عارف ان الدورة السفلية بيبقى بالرقامها بالارقام واحد اتنين تلاتة اربعة ويبقى اول رقم اللي هو واحد مدخل الضغط تمام؟ ناخدهم بقى بالترتيب مدخل الضغط واحد مخرج الضغط اتنين مخرج المكسف تلاتة مخرج سمام تمدل اربعة بيرجع تاني لواحد بعد المباخر الدورة العلوية بتدار موز ايه وبي صمام التمدل وكذا بترجع الدورة بتاعتي تمام؟ يبقى يعني دلوقتي لازم اكون عارف الجزء ده كواس جدا عندي تعالوا نشوف اول طلب من الطلبات اللي بيطلبهم طالب الرسمي الاجرائي الرسمي الاجرائي هنا لمنحنة البيتش لما تكون هنا دورة عقوبية احدية انا قلت هنا برسم الدورة الان اتنين على منحنة واحد لان لو ركزنا كده في الدورة كان بيقولك بيسترد ارمية اربعة وتلاتين ايه اذا الان اتنين بيرسموا على منحنة واحد ويبقى خصائص مركب تبريد ايه واحد الدورة العلوية اللي بتعمل عند الضغط عالي ودرجة حرارة عالية اللي هي اي وبي والسي ودي ورسمناها قبل كده زي ما قدامكم في المنحنة كده قادة الضغط هنا المنخفض بدحها اللي هو مبين بالخط الاحمر ما بين النقطة ايه والنقطة دي والخط الضغط العالي ما بين الخط الازرق اللي بين النقطة بي والنقطة مين نقطة سي تمام؟ طيب الدورة دي مدخل الضغط نقطة ايه بخار جاء في مشبع بيضغط يطلع بخار محمس نقطة بي بعد كده بيمشي خط ثبوت الضغط الحد ما يطلع سائل مشبع نقطة سي تمادل بثبوت الانصال بي لحد ما يطلع دي عشان كده راجل بيقولك اتش سي بتساوي اتش دي بتساوي القيمة اللي دهنا في المعطيات طيب بعد كده بيعمل عملية سحب حرارة في المباخر من دي لايه اللي هو ما ثابت المبادل ايه الحرارة الدورة السفلية ايضا بتعمل ما بين ضغطين ضغط منخفض اللي هو بيبقى من واحد وراء الاربعة والضغط العالي ما بين اتنين وما بين تلاتة تمام دول الضغطين اللي عندك تمام اللي هو خط الأحمر وخط اللي هي اللازل بتبدأ الدورة من مدخل الضغط اللي هي النقطة واحد بتبقى بخار جاء في مشبع يعمل انضغط بثبوت الانتروبيا للضغط العالي اخت المكسف اللي هي نقطة اتنين خلاص يا بخار محمس يعمل عملية التكسيف من اتنين لتلاتة لحد ما يطلع سائل مشبع خلاص اللي هي في المكسف تاعد الدورة السفلية او المبادل الحراري اللي هو بيربط ما بين الدورة السفلية ودورة مين العلوية بعد كده يعمل عملية التمدد بثبوت الانصلبي من تلاتة لايه لاربعة بعد كده امتصاص الحرارة بقى حملة تبريد الاساسي ازا لما جايب ساعة التبريد او حملة التبريد او كيو اي بجيبها على الدورة السفلية اللي هي العلاقة ما بين واحد ومين واربعة وركز معي هنا قدامك دايما واحد اكبر من مين من اربعة يبقى دايما لما جايب تأسير تابعة والتش واحد نقص اتش اربعة خلاص لان باخد اسقاط الانصلبي بتاع خطوط رؤسية كده باخد بجيب قيمة الانصلبي اتش واحد بكام طلعت قيمة تاني واربعة بكام فكل ما بطلع قدام الانصلبي بتاعتي ايه بتزيد طيب تعالوا نبص كده مع بعض اول خطوة في المسألة ديت عشان اجيب اي جزء من الاجزاء الموجودة عندي او من طالب اللي هو طالبها لازم يكون عندي معدل الصرايان للدورتين اللي التين موجود اللي هي الام دوت اب والام دوت ايه ال هو اعطيني في المهنة في المسألة مديني معدل صرايان للدورة السفلية اللي هي ام دوت ايه اب خلاص فانا عشان اجيبه احنا اتفقنا مع بعض انا بجيب الجزء اللي هو المبادل الحراري وبقول لنفسي بقول ام دوت ال على ام دوت اب مسر تمام هي ام دوت ال دي مين مش بتاع الدورة السفلية اخد فرق بتاع الدورة العلوية خلاص الدورة العلوية كانت ما بين اي و دي خلاص اللي هو الجزء اللي ما قلت معايا اي و دي بقيتش اي كبيرة نقص اتش مين اتش دي طيب الدورة هنا العلوية خلاص ابقى انا باخد بتاع السفلية اللي كانت اتنين وكام وتلات تمام اتنين وتلات اتنين اكبر من تلات بقيتش اتناس اتش مين تلاتة. انا مش هقوط بقى في كل المسائل اعمل الاتزان حلالي اللي كنا عملناه احنا بنشرح كده. انما هنا لازم اكون عارف المعادلة دي وبطريقة بسيطة لو انا رسمت الجزء بس بتاع المبادل الحراري خلاص اعرف استنبط المعادلة دي بشكل مباشر من غير ما نحفظ اي معادلات. طيب هنعوض بقى عندنا خلاص? هنعوض نيجي نبص معايا كده. هو انت دلوقتي يا مصر قلتلي دلوقتي الاموضوت اللي عندك? لا مش عندي. خلاص? طب الاموضوت اب. الاموضوت اب مدهاني. كانت خمستاشر من مية كيلو جرام عالثانية. خلاص? فقمت هنا معوض هنا خمستاشر من مية كيلو جرام عالثانية. طب الاتش ايه? خلاص? الاتش ايه الموجود معايا? الاتش ايه ديت? دي ليه مدهاني في المسألة. ابص هنا في المسألة كان مدهاني بربماية وسبعة. ناقص الاتش دي. الاتش دي برضو متدهني في المسألة. خلاص? الاتش دي اللي موجودة معي الياسي بتسوي دي هيات ميتين خمسة وخمسين. تمام? ميتين خمسة وايه? خمسين. لما اطرح دي اللي هو موجود عندي الاتش ايه? الربماية وسبعة ناصل ميتين خمسة وخمسين خلاص? المفترض انها هتديني مين يا جماعة? هتديني خلي بالك لقي المية اتنين وخمسين اللي قدامنا على الشاشة دي. مية اتنين وخمسين لو الفرق ما بينه. تجيب انا بص هنا تحت هنا. المية اتش اتنين اتش اتنين هي قيمتها كام من الموطيات بربعة مية وحداشر. خلاص? طيب. واتش تلاتة اتش تلاتة اللي هي مداليك كام? اللي هي فوق خالص متين اتن وعشرين. يبقى انا عندي هنا. ربعة مية وحداشر نقص متين اتن وعشر اللي هي مية تسعة وآيه تمانين. طب المقام هنا اللي كان موجود هنا وقت كان اللي هو خمستاشر مية. حضرة بتلفين في وسطين بشكل مباشر. يبقى الان ايه اللي هنا؟ خلاص له بتساوي الخمسة عشر في المية في فرق الانصالب اللي هو ايه نقص دي اللي هو مية اتنين وخمسين على فرق الانصالب اللي هو اتنين ناقص تلاتة اللي هو مية تسعة وتمانين هتساوي معايا اللي هو مية واحد وعشرين من الف كيلو جرام على الثانية. ازا اول خطوة من خطوات اي مسألة اتطمن دايما ان معدل الصريان الموجودة عندي بتاع الدورات الموجودة عندي كلها بالكامل يكون متاح. انه مش عرف اجيب اي حاجة الا لما يكون الاتنين اللي هي الام دوت له والام دوت اب الاتنين موجودين. كده اصبحت عندي الام دوت اب موجودة اللي هي خمسطاشر اللي هو مداني في المسألة خمسطاشر من مية كيلو جرام على الثانية والام دوت اللي موجودة اللي احنا استنتجناها وطلعناها اللي هي مية واحد وعشرين من الف كيلو جرام على الثانية. طيب الخطوة التانية ببدأ اجيب معايا هجيب معايا اللي هو قدرة الضغط الاولاني اللي هو الـ Power Compressor 1 اللي هو الـ PC 1 معناها صح بتساوي مين الضغط لوني بتاع الدورة السفلي الدورة السفليب ايه مضطلو في فرق الـ Hات فرق الـ Hات اللي هو الـ 2-1 طيب ايه مضطلو احنا طلعناها بـ 121 من الف خلاص افتح قوس H2 تنبرهم بـ 111 موجودة عندي من الدهاني و H1 من الدهاني في المسألة بـ 390 خلاص هطرح الـ 2 دول من بعض هطلع اللي هنا عندك الـ 21 اضربها الـ 121 من الف هطلع الـ 2 علامة اللي هو 541 كيلو واط تمام؟ دي قدرة الكباس الاولاني طيب نبص مع بعض على قدرة الضغط التاني اللي هو بي سي 2 بتاع الدورة العلوية ودورة العلوية يبقى M dot up في فرق الـ Hات بتاعت الضغط اللي هو المخرج اللي هو بي نقص الـ A نقص المدخل اللي هو A يبقى H بي نقص الـ H A نعوض الـ M dot up من الدهاني في المسألة بـ 15% من مية طيب الـ HB من الدهاني برضو في المعطيات الـ HB قدامها تحت ايه؟ خلاص بـ 430 نقص الـ H A الـ H A بربع مية وكام؟ 407 تمام؟ اعوض الـ 2 دور مع بعض وطلع الناتج بتاعي الناتج بتاعي تاع قدرة الضغط التاني هتبقى 3 علامة 45 من 100 كيلو واط طيب انا بجيب القدرة الكلية اللي هي الـ Power Total الـ Power Total بتساوي Power Compressor 1 زائد Power Compressor 2 يبقى قدرة الضغط الأولاني زائد قدرة الضغط مين؟ التاني الأولاني طلعناها 2 علامة 541 من ألف تمام؟ والتاني طلعناها 3 5 واربع علامة 45 من مية تمام؟ هيكون مجموعة القدرة كلية للضغطين لتنين اللي هي 55 علامة اللي هي 991 من ألف كيلو واط كيلو مين الواط طيب دي قدرة كلية اللي طلبها خلاص هو كمان كان طالب معامل الأداء هو طلب أول حاجة عايز رسم الإجراء؟ رسمنا رسم الإجراء بعد كده قال عايز القدرة يقولت عشان أجيب القدرة لازي أجيب معدر الصرايان فاجبت عملت التزان وجبت معدر الصرايان أمضوت لون بعد كده قمت جبت قدرة الضغط الأولين وقدرة الضغط الثاني وجامعت قدرة الضغطين للتنين وطلعت القدرة كلية طب عشان أجيب معامل الأداء لازم أكون أعاني برضو حملة تبريد حملة تبريد قلت Maryland الدورة الإيه السفلية؟ اللي هو مدخل ومخرج المباخر. اللي هي واحد مقصة اربعة. طب دور السفلية اللي هي الام ضوط ال. يبقى الام ضوط ال. في فريق الات اللي هي اتش واحد نص اتش مين اربعة. ام ضوط ال بمية واحد وعشرين من الف. تمام? طب والاتش واحد. اتش واحد طلعان تلتمية وتساين. طب والاتش ربعة بمتين اتنين وعشرين. كله في المعطيات في المربع الاصفر اللي احنا موضحينه قدامنا على الشاشة ده. طب الوحدة عندك هطلع القيمة بتاعتي. اصفي الاتنين طول مع بعض واضرافه في القيمة اللي هو معدل السراين. هيطلع لعشرين علامة تلتمية وتمية وعشرين من الف كيلو واط. طيب انت جدت حمل التبريد. لو انا بقى اسمت خلاص حمل التبريد على اللي هو القدرة كله يحصل على معامل الاداء. يبقى نجي نحسب بقى معامل مين? الاداء بتاعي. بتسوي على الباور. نازل نلتزم يا جماعة. اللي احنا دلوقتي نكتب الاول المعادلة. نكتب القانون. ثم نقوم بالتعويض. ثم نطلع الناتج ونكتب وحدتنا. كل المسائل لازم نركز في الحتة دي. خلاص? القانون. ثم التعويض. ثم الناتج ثم الوحدة. ثم الناتج ثم الايه? الوحدة. احنا لو جينا بصنها معامل اداء. قلنا كيو اي على الباور توتل. طب كيو اي في الخطوة السابقة طلعناها بعشرين علامة تلتمية تمانية وعشرين. طب والباور توتل بعد ما جمعنا قدرة علامة تسعة وتلاتين من مية. اما الفن يا مستر انت قلتلي الوحدة. معامل الاداء مالوش وحدة. ليه? الباور توتل وحدته كيلو واط. كيلو واط هيطير مع ايه? كيلو واط. ازا هنا معامل الاداء بيكون بدون ايه? بدون تمييز او بدون وحدة. خلاص انما ساعة التبريد اللي هو كيو اي بتبقى وحدته كيلو واط. عندك الباور توتل بتبقى قدرته مين? او الوحدة بتبقى برضو كيلو ايه? كيلو واط. تمام? طيب. يبقى احنا اتعلمنا من المثال اللي قدامنا ده. خلاص? ان احنا دلوقتي ازاي ممكن نحسب ايه? عندي دورة التبريد التعقبية. هيديني الاداتة. الاداتة اللي موجودة معايا دي يا جماعة. انا ببدأ اخدها على جنب وركز فيها وتأكد منها مرة واتنين وتلاتة. حسب خلاص الدورة الاسية. حتى لو هو مش طالب ان انا ارسم الدورة باجي في الهامش وهم رسم كده الدورة وحط على الرموز بتاعتي. وابدأ اطبق الرموز اللي موجودة معايا عشان يبقى الموضوع سهل وبسيط. باخد المنحنة البي اتش. حتى برضو لو هو مش طالب برسمه في جنب المنحنة البي اتش. لانه بطلع الخواص السير موديناميليكية من عليه. خلاص? الموجودة معايا. وابدأ بقى اكتب المعادلات بتاعتي. اول خطوة في اي مسألة? لازم اتأكد ان معادلات سريان كلها موجودة. الى الاموضوت اب واموضوت لو بالنسبة لو دورة احادية. وكان انت عندك اموضوت ار اتنين وعشرين واموضوت اتناشن لو دورة سنائية. خلاص? ولو كانت دورة سلسية اموضوت واحد واموضوت اتنين واموضوت تلات. لازم اتأكد الاول ان دولت موجودين. بعد ما اتأكد ان الاموضوت موجودة كلها بالكامل. تمام? ببدأ ابص بقى. اشوف حمل التبريد بتاعي. والقدرة كلية. خلاص? بعد ما بحسب حمل التبريد والقدرة كلية احصل من خلالهم على معامل الاداء الموجود عندي في الدورة بتاعت. تمام? يبقى تعلمنا من خلال الجزء اللي فات ده. اساسي في كل مسألة همشي بنفس الخطوات. قد تكون الخصائص تختلف. قد تكون القيم تختلف. قد تكون الدورة نفسها تختلف. مش مشكلة. المهم واحد الدنيا واحد. ابدأ اكتب معادلتي. بعد كده اعوض. بعد ما اعوض اه اطلع ناتج. بعد ما اطلع ناتج اكتب الوحدات ان وجدت. تمام? نشوف مثال مع بعض تاني كده على الشاشة بتاعتنا. ونبص كده على امثال تاني من الامثلة الموجودة عاية. طيب. دور التبريد التعقبية تستخدمها على تبريد واحد. ار اتناشر. خلاص? علما بانه قد وجدت القيم للانصلبي من خريطة الار اتناشر. وهي كالتالي. خلاص? انصلبي مركب التبريد اللي خارج من المكسف في الدورة العلوية. والسفلية. يبقى لازم شفت اللي انا قلتلكو على هو. لازم تكون انت مذاكر الدورة وعارف الدورة كويس. خلاص? انا النهاردة لو جدت تذكرت كده معي. الدورة السفلية كان دخل الضغط واحد وخارج منه اتنين. بعد كده اخش المكسف. خلاص اتنين ويخرج منه تلاتة. خلاص? يبقى انت بتتكلم هنا على مين? على اللي خارج من المكسف. اللي خارج من مكسف بتاع السفلية? النقطة تلاتة. واللي خالج هنا بنفس الكلام في الدورة العلوية النقطة سين. تمام? يبقى لازم اركز معي. طب ممكن المسألة تخيل عليها وبص هنا. دي متين خمسة ستين كيلوجول كيلوجرام. ودي متين اتنين وتلاتين. طب مين فيهم بقى الدورة العلوية والسفلية? القيمة الكبيرة دايما بتكون الدورة العلوية. احنا اتفقنا ان احنا دورات التبريد التعقوبية عبارة عن اكتر من دورة منفصلة بتعمل عن درجات حرارة تبخير مختلف. بس اللي فوق دايما بتكون درجة حرارة العالية اللي بتسرم في تبريد اللي هو مباخر بتاع الدرجة حرارة ايه? الاقل. خلاص? طيب يبقى بالتانية ادين اتنين انصلبي يبقى اولتوماتيك متين خمسة وستين ده هي عبارة عن خلاص سي خلاص? ويه اللي هو متين اتنين وتلاتين ديت عبارة عن اتش مين اتش تلاتة. دم? وحنا قلنا سي بتساوي دي لان الانصلبي بعد كده بتاع اللي هو اجراء التمدد. خلاص? طيب. وبيقول لي هنا عنده مخرج الضغط للدورة العلوية والسفلية على التوالي. برضو مخرج الضغط. مخرج الضغط بتاع الدورة السفلية اللي هو النقطة اتنين. خلاص? ومخرج الضغط بتاع النقطة العلوية اللي هي النقطة بي. خلاص يا جماعة? طيب يبقى انا عندي بي واتنين. طيب مين فيهم الكبير? الكبير بتاع العلوية برضو. خلاص? يبقى دلوقتي لو انا قلت المخرج خلاص اللي هو الاتش بي اللي هي ربعمية واربعين وربعمية واحد وعشرين اللي هي مين? اتش اتنين. اتش مين? اتنين. وعنده مخرج المبخر في الدولة العلوية والسفلية. طب مخرج المبخر معايا خلاص اللي هي بالنسبة لللي تحت اللي هو النقطة واحد. وبالنسبة اللي فوق اللي هي النقطة دي خلاص نفس الكلام عند ربعمية وربعمية وايه? وسبعتاشر. ربعمية وسبعتاشر هي بتاع النقطة دي والربعمية هي النقطة مين واحد. خلاص. بيديني هنا بقى المرة دي ساعة التبريد تلاتين كيلو واط اللي هي كيو اي. طبعا بالوحدة كيلو واط تبقى كيو اي. لو مداني كيلو جيلو كيلو كيلو جرام يبقى التأثير التبريد اللي هي كيو اي سمول. تمام? طيب. يبقى دلوقتي احنا جينا بصونا مع بعض هنا. المطلوب بقى عندي ايه? عايزك هنا تحسب القدرة الكلية. الباور توتل. وعايز احسب معامل الاداء. خلاص مع الرسم الاجرائي للدورة. هو قال لي دورة احدية. يبقى نفس الرسم اللي رسمناه. ليه? الدورة السابقة يا جماعة او في المثال السابق بالزبط. بالنسبة للرسم من اجرائي. وانا حتى لو هو ما طلبوش انا قلت برسمه على جنب. عشان اعرف اطلع من عليه القيم واشوف مين الكيبين والصغير. لو انا ما بحفظ معادلات. تمام? طيب تعال ان بص كده معايا. ديت الداتة اللي احنا طلعناها من نص المسألة. خلاص? زي ما قلنا مع بعض. اتش تلاتة بتسوي اتش اربعة لي متين اتن وتلاتين كيلو جيل لكل كيلو جرام. واتش سي بتسوي اتش دي لي متين خمسة وستين. خلاص? ده الدورة العلوية وده الدورة مين? ده دايما اكبر هو. خلاص? وعندك اتش واحد بربعمية كيلو جول لكل كيلو جرام. واتش ايه ربعمية وسبعتاشر? خلاص? واتش اتنين ربعمية واحد وعشرين كيلو جول لكل كيلو جرام. واتش بي خلاص بربعمية واربعين. وميديني كمان ساعة التبريد. خلاص? اللي هي تلاتين كيلو واط. في عندي هنا بقى مشكلة المراضي. ايه مشكلتك? دلوقتي كنا بنعمل في المسألة اللي فاتت او انا خلال حتى واحدة من الدورة الاتنين. طب هو لا مديني دي ولا مديني دي. بس لو لاحظنا حاجة ايه الجديد اللي مديني. مديني ساعة التبريد اللي هي كيو ايه. تلاتين كيلو واط. طب انا لو جيتك كتبت القانون بتاع كيو ايه كده. واشوف ايه المتاح منه وايه اللي مش متاح. طب لو جينا قلنا كيو ايه بتساوي ايه? بتاع دورة الصفلية. بتاع دورة الصفلية واحد واربع. يبقتش واحد مقصدش اربعة. في الدورة الصفلية المضوت ايه طيب ايه لو? طيب اجاح ازن المعادلة كلها اصبحت مين المجول فيها بس مجول واحد فقط اللي هو المعادلة دي انا هقدر احصل على مين يا جماعة على المضوت ال لا اضرأ بترفين فاستين يبقى المضوت ال بتساوي التلاتين على اللي هو الربعمية ناقص اللي هو المتين الاتنين وتلاتين? عشان يطلع للناتج بتاع الام دوت ايل? بتساوي تمنتاشر من مية كيلو جرام على الثانية. اذا اعمل حسابك دايما. لو هنا اداك في رأس مسألة حمل تبريد موجود في المسألة اعمل حسابك بنسبة كبيرة هيكون معدل الصران للدورتين الاتنين مجهور. منه هتجيب معدل الصران بتاع الدورة السفلية. تمام? وبتبدأ نشتمل معي الدورة السفلية وبعد كده ايه? الدورة تبدأ تكمل الجزء اللي عندي. طيب يبقى تجيبنا الام دوت هنا عالي. بابدأ هنا معي هوت. بعد ما جيت بجيب اللي بعمل اتزان حراري الام دوت ال على الام دوت اب بنفس المعادلة اللي فاتت. وابدأ اعود بقيم الاتشات. مين المجهور اللي عندي هنا بقى الام دوت اب? خلاص? هضرب طرفين وفواسطين. وبعد ما عود بالقيمة المقيم اللي موجودة عندي يا جماعة في المواطنين العلوية هنا. هبدأ احصل على الام دوت اب بكام ميتين اتباع وعشرين من الف كيلو جرام على الثانية. طيب. هنا لو جينا بصين هنا. الميتين وعشرين الف انت هنا جيبت بعد كده عايز بقى تبدأ تعود. تجيب الباور كومبريسور وان. الام دوت ال في اتش اتنين اص اتش واحد. هعود بالقيم. خلاص الام دوت ال من ده بطمانتاشر جيبناه في الخطوة الاولية. طمانتاشر مية. واتش اتنين بربع مية واتش واحد بربع مية. اطلع القيم اطرح اتنين مع بعض بواحد عشرين. اضربهم في التمنتاشر من مية. هطلع لي تلاتة علامة تمانية وسبعين من مية كيلو واط. تمام? الباور كومبريسور تو. خلاص نساوي الام دوت اب. في الاتش بي نقص الاتش اي. هبدأ اعود بنفس القيم الموجودة عندنا يا جماعة. بس هنا الام دوت اب. اللي طلعناه في القطوة التانية. اللي هي ميتين اربعة وعشرين من الف. في الاتش بي اللي هي ربعمية واربين. والاتش اي ربعمية وسبعتاشر. اطلع الناتج بتاعي خمسة علامة مية وخمسين الف كيلو واط. كده انته جبته قدرتين للتنين. اجمحهم مع بعض. ايجيب باور كيلو واط. ليه تمانية علامة تسعة تلاتة اتنين كيلو واط. معامل الاداء بتاعك بتساوي كيو اي على الباور لطل. يعني بتساوي عندك كيو اي اي حنا رب 정ام في المسألة بتلاتين كيلو واط. والباور توتل تمانية علامة تسعة تلتمية تلاتة تنين. خلاص. دي هي공ول في الاخر معامل اداء بتلاتة علامة ستة وتلاتين من مية كيلو واط تمام وبكده نكون ان شاء الله بامر الله انت خلصت حلقتنا سريعا ومر بنا الوقت بسرعة جدا وان شاء الله في تطبيقات تانية لو حبنا نتعرف على تطبيقات اكتر وانظم التبريد غير تقليدية اكتر هيكون حلقتنا في الحلقة القادمة ان شاء الله بره وان شاء الله باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته